بنتكلم على طبعا الحمد لله فرقات كبيرة وده يعني النادي الاهلي والنادي الاهلي كمان الموسم ده انا في رأيي عامل انجاز عامل موسم اكتر من رائع على المستوى الفني على مستوى النتائج خلصنا الدوري قابليه بسبق اسابيع وده كان كمان جزء مهم جدا ان عملية التحضير قبل مباراة الودات كانت عملية هادية شوية كان خدنا وقتنا شوية العمل النفسي خدناه والعمل البدني كمان خدناه لكن تعال معك يا دكتور نتعرف على يعني الارقام القياسية الكبيرة اللي حقاها النادي الاهلي السنادي لو استعرضناها على الشاشة هنبدأ ممكن احنا معنا النهاردة عشر ارقام قياسية حقاهم النادي الاهلي في الدوري في الدوري السنادي هنبين برضو ان الدوري السنادي يعتبر دوري قياسي زي ما بنقول نادي الاهلي عامل ارقام مميزة في دورة بطالة افريقيا لا او عامل كمان في الدوري ارقام قياسية جدا أو أول رقم معنا أنه كسر الرقم القياسي لأعلى عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ الدور المصري وصل لكام نقطة؟ 89 نقطة ده أعلى معدل وصل ليه فريق في تاريخ الدور المصري تاريخيا الرقم القياسي برضو كان مسجل باسم النادي الأهل نكسر أرقامنا يعني النادي الأهل بينافس نفسه في الدور المصري تحديدا لأنه كان سنة 2017-2018 جايب 88 نقطة السنة دي 89 نقطة إن شاء الله السنة جاءنا عدي التسعين فإحنا كنا بنفكر في التسعين يعني حتى ما كان فيلر موجود ألا أنا كنت عايز أكثر حاجز التسعين زي جوارديولا في السيتي كده بس هي بتبقى برضو أن أنت دخل على تتابع وماتشاط وعايز تريح اللعيبة شوية فبتبقى ما بين نارين يعني مثلا كابتن حسام البادري لما كان في النادي الأهل سنة 2017 كان عايز يعمل أرقام قياسية فما رايحش اللعيبة فخسر النهاية في الوداد فالناس بقى اللي جات بعده لأ نتعلم الدرس نحن عايزين نعمل روتيشن نريح بعض البطولة أهم من الرقم الفردية ده حقيق نيجي بعد كده ليه ده أول أول رقم قصر النادي الأهلي هو عدد النقاط الرقم الثاني عدل الرقم القياسي الأكتر عدد مرات الفوز النادي الأهلي الأكثر فوز في التاريخ بـ 28 فوز كده دي المرة الثانية اللي حققها السنة دي والسنة اللي كانت 2017-2018 ده الرقم القياسي الثاني إذن الأكثر فوز وأكثر معدل في النقاط نيجي لرقم ثلاثة هنلاقي نوع تاني أكتر موسم في تاريخ الدور المصري تسجيلا للأهداف للنادي الأهلي أو بصفة عامة 2017-2018 ده الرقم القياسي للنادي الأهلي 75 هدف الموسم بقى بتاع السنة دي أهو 2019-2020 74 هدف ده رقم اتنين رقم ثلاثة سنة 74-75 70 هدف للنادي الأهلي رقم أربعة 2014-2015 69 هدف لنادي الزمالك 2015-2016 65 هدف للنادي الأهلي إذن ده تاني أكتر موسم كفرأة على جن واحد جن في طلع الجيش لو كنا كسبنا أربعة في الشوط التاني حتى كنت جيبت جن كمان كانت تتبقى 75 فده برضو تاني أكتر موسم تسجيلا للأهداف الرقم القياسي الرابع أنه طبعا كل الناس حرف أن محمد الشناو قصر الرقم القياسي المسجل باسم شريف إكرامي في الكلين شيت اللي هو 24 كلين شيت في موسم واحد ده برضو من الأرقام القياسية اللي اتحققت السنة ده الرقم الرابع هنشوف الرقم الخامس كسر الرقم القياسي في الكلين شيت في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري بالوصول إلى 28 كلين شيت الرقم القياسي كان مسجل بإسم الإسماعيلي 27 كلين شيت ما كانش في حد كسره من سنة 90 91 ده الموسم اللي اخد فيه الإسماعيل الدوري سنة 91 مصبوط اللي كان فيه مباراة فاصلة مباراة فاصلة مباراة فاصلة ماء اه بصف في الآخر فدي سنة 91 91 خلاص ده 28 كلين شيت خش بقى على بعد كده رقم 6 الاهلي كسر الرقم القياسي ليك أكتر موسم حافظ حراس مرماء ده أكتر موسم في تاريخ النادي الاهلي في الدوري حافظ حراسه على نظافة شبلوه 28 كلين شيت سواء على النادي الاهلي أو على الدور كله الدور كله كان الرقم القياسي كان النادي الاهلي حققه رقمين قبل كده اللي هو سنة 74 75 وسنة 2016 2017 كان 24 كلين شيت فالسنة دي طبعا انت بحققه 28 يعني على المستوى الدفاع انت بتتحسن على مستوى طبعا حراسة المرمى تحديدا محمد الشناوي لدول مهم جدا في الرقم ده ده حقيق الرقم اللي بعد كده السابع كسر الرقم القياسي في أكثر فارق أهداف في تاريخ الدوري دي مهمة أوي أكثر فارق أهداف يعني له وعليه يعني انت سجلت كم جون ودخل فيه الفرق الأهداف السنة دي كامل للنادي الاهلي بلص يعني زائد 66 هدف زائد 66 هدف ليكسر الرقم القياسي موسم 74 75 أكثر حاجة حققت في تاريخ الدوري كان زائد 59 انت السنة دي عامل زائد 66 هدف يعني جبت وعليت ده انت كمان ده برقم كمان كبير يعني انت بتتكلم ساعات يعني لو تكسر تكسر بهدفين بثلاتة لكن انت بتكسر 59 ده يعني ده برضو يرجع برضو لكفاية محمد الشناوي ان انت تدخل فيك هدف قليلة وثمان هدف فده برضو هو ليه سر في الرقم ده طبعا مع قوة هجومك وشرسة هجومك أكيد رقم 8 معادلة الرقم القياسي كأسرع بطول ان السنة دي أسرع بطول الدوري زي ما حداك كنت بتفضل وتقول ان هو النادي الاهلي حسم البطولة قبل نهايتها ب7 عسابية دي تعتبر أسرع بطول الدوري بالتساوي مع بطولة منو الجزي 2004-2005 كانت انتهت قبل نهاية الدوري سنة 2004-2005 ده برضو الرقم الثامن يعتبر أسرع بطول الدوري في تاريخ الأهلي بيحسم فيها الأهلي البطولة قبلها أسرع بطولة يعني قبلها ب7 عسابية رقم 9 الرقم التاسع النادي الأهلي بيعادل رقم تاني أطول سلسلة فوز متتالي يمكن مع فيلر حققنا 16 فوز متتالي ودي تاني أطول سلسلة فوز متتالي بعد منو الجزي 2004-2005 بيه 17 فوز متتالي ده يمكن الرقم التاسع معنا بعد كده برضو الرقم العاشر إنه هو ده اللقب الـ42 للنادي الأهلي الرقب الـ42 من 61 بو سابقة أو من 61 بطولة يعني كام النسبة كان 68.18 يعني 69% وده رقم قياسي في جميع البطولات العالمية أنت بتتكلم على ريكورد عالمي دلوقتي تتكلمش على ريكورد محلي أنت بتتكلم لنسبة فوز النادي الأهلي باللقب لـ69% من إجمال البطولة نفسها منذ بدايتها ده رقم ما تحققش على المستوى العالمي في أي دولة ده يمكن يعني 69% يعني أنت داخل على الثلاثة إربع بتاع البطولة الرابط توصل للـ75% فانتقل أنت يعتبر الأهلي سيد الدور أكيد ده يمكن العشر أرقام قياسية اللي معانا بالنسبة للنادي الأهلي في الحقهم السندي في الدور دولة العشر أرقام قياسية